حتى لو استمر اعتقاله يجب أن لا يظهر أي أثر لاعتقاله لأنه زي ما قلت دينامو بالفعل دينامو لا يكي اليوم نأتي لنقوم بأقل الواجب كوقفة مع زميلنا المعتقل يزم مصباح جبر أبو أحمد رئيس لجلة فرع نابلس وعضو مجلس نقابة المهندسين اليوم الوقفة تحمل رسالتين وضيحتين الرسالة الداخلية الأولى هي لأبو أحمد ولا الزملاء ولا أهل أبو أحمد نحن إن شاء الله رب العالمين سنكمل للمسير على الضرب ماضون كل الأعباء التي ألقاها اليوم أبو أحمد علينا بغيابه بإذن الله رب العالمين سنوزعها بيننا كأعضاء لجلة فرع وكأعضاء مؤتمر عام وكأعضاء الليجان المساندة في لجلة الفرع للقيام بأفضل الواجب وغير تستمر الأعمال إن شاء الله كما أن أبو أحمد معنا وزيادة كمان هذه الرسالة الداخلية أما الرسالة الخارجية للإحتلال هذا الكلام لن يثنينا عن القيام بواجبنا النقابي الوطني المجتمعي وبعد خروجه من لجنة الفرع اخترع فكرة أنفاس الحياة وهي في أثناء فترة جائحة كورونا كان المبادر لتأسيس فكرة أنفاس الحياة لأنه إحنا أقوية ومصمد ولن نكسر عزيمتنا أي شيء شكرا